ألف لآم وإلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوز الذين ففروا لو كانوا مسلمين ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فتوف يعلمون وما أهلفنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا منظرين إنا نحن نزلنا الزفا وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الشياء الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاخرون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أخارنا بل نحن قوم مسرورون ولقد جعلنا في السماء بروجا مزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اصدرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها وواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له براجطين وإن من شيء إلا عندنا قزائله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرطلنا الرياح لواقعة فأنزلنا من السماء ماء فأرطيناكم وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الغارثون ولقد علمنا المستقلمين منكم ولقد علمنا المستأقرين وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من فالصال من حماء مثنون والجاء أن خلقناه من قبل من نار الثمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من فالصال من حماء مثنون فإذا سويته ونقص فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبعى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من فالصال من حماء مثنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الثين قال رب فانغذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الرص المعلوم قال فبعزتك الأرضي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سبحان إلا من استبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبوار لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في دناف وعيونه ادخلوها بسلام آمنين ونبعنا راب لصدورهم من غل إطوانا على صدور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ازدخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجد إنا نبشره بغلاء عليم قال أبشرتموني على أمثني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالأقل فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا هو آلون قال فما قذبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنشوهم أجمعين إلا رأته قذرنا إن هذا من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسلب أهلك بطفع من الليل واتبحت بارا ولا يلتفر منكم أحد منه حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستفشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضرحون واستقوا الله ولا تفرون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين العمر فإنهم لفي سفرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا وعنصرنا عليهم حجارة من سفير إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الآية للظالمين فانتقلنا لهم وإنهما لبإمام المبين ولقد كذب أصحاب الحجر المسرين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يحيطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصفحين فما أغنى عنهم ما كانوا يفزقون وما خلقنا السماوات والأرضى وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآية فاصرح السفح الجميل إن ربك هو القلاق العليم ولقد آتينا فسبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إله ما اتعنا به أزراجا منهم أزراجا منهم ولا تحزن عليهم واخذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستع بما تؤمروا أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستاذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوك يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقومون فسبح بحمل ربك وكن من الزاددين واعبد ربك حتى يخفيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة في الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أن أفتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشرفون خلق الإنسان من مفت فإذا هو قصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها بكم ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقة الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لذركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لأذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما أجلكم منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنقيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسقر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسقرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ياقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سقر البحر لتأكلوا منه لحماً ضرياً وتستخرجون حليةً تلفسونها وترى الفلك مظاقرة فيه ولتفتغوا من فضله ولعلكم تذكرون وألقى في الأرض رواسياً تميذ بكم معنهاراً مسؤولاً لعلكم تهتدون أو علامات وبالنجبهم يهتدون أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تفسوها إن الله لغفوه رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين ينعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أمرات غير أحياء وما يشعرون أياناً يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يبنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسكون وما يعلنون إنه لا يخلق المستبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطين الأولين ليحملوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء أما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم مصطف من فوقهم وأتاهم لاذاهم حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يغضيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قال ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عالم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلب اجتمس المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة غير ولا نعم دار المستقين جنات عدين يدخلونها وتجري من تحفها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجب الله المستقين الذين تتوفاهم الملائكة صيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما قلتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا عنه سهم يظلمون فأطابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستازلون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا بالدوني من شيء نعم ولا آغاؤنا ولا حظمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعدنا في كل أمة رسولا أن يعملوا الله واجتنوا الصارود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المبزنين إن فهرح على هداهم فإن الله لا يعقى من يضل وما لهم من ناصرين وأختموا بالله جهز أيمانهم لا يعطوا الله من يموت بلا بعدا عليه حقا ولكننا فأنا بلا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والصبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نؤسل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يقصد الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يجعون أو يأخذهم في تقلبهم طماهم بموهدين أو يأخذهم على تقوّف فإن وفكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دافهم والملائكة وهم لا يستقبلون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تستقروا إلى أين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فأرقون وله ما في السماوات والأرض ولو الدين واصباً أفغير الله تستقلون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إلا نستقلوا فإليه فاجأرون ثم إذا تشفروا فعنكم إذا فريقوا منكم لعبهم يحرقون ليفكروا ليفكروا بما آتيناهم فتمسروا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيراً مما رزقناهم سالله لتسألن عما كنتم تذكرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسوداً وهو كظير يترى من القوم من سوء إمام الشيوم أينزقه على قول أن يدسه في الضرار ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يعافظوا الله الناس بظلهم ما كرك عليها من دعافتهم ولكن يعطرهم إلى أجل يسمى فإذا جاء أجل لا يستحرون ساعتهم ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون سالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بتبين لهم الذي اختلقوا به وهو رحمة بقومه يرمون والله أنزل من السماء ما أزل فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول الله فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقومه يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرا نسخيف مما في بطونه من بيط فرس وده من لبنا خالفا من سائغا للشارفين ومن ثمرات النخيل والآناب تتقضون منه سفرا وللطا حسنا إن في ذلك الآية لقومه ياطمون وأوحى ربك إلى النحن أن اتقني من الجبال ذنوطا ومن الشجل وما يعيشون ثم قلي من كل الثمرات فسلتي سبل ربك ذلنا يفرد من بطونها شعواه مختلف أنوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية لقومه يتفكرون والله خلقكم ثم يتغفاكم منهم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم طبير والله تظهر قرضكم على بعض من الجبير فَأَلَّذِينَ فُرْضِلُوا بِرَالْزِيرِ الصِّينَ عَلَى مَا مَلَفَتْ أَيْمَانًا فَأُنْصِيْسَوَا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْفَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَذَتُمْ وَرَضَقَكُمْ مِنَ الضَّيِّبَاتِ أَفَبِنْبَاطِلِينَ بِنْعُونَ وَبِنْعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَجْفُرُونَ وَيَعْلَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ نِصْحَهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْطِعُونَ فَلَا تَضْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَإِنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ وَرَضَ اللَّهُ مَسَلًا عَبْدًا مَمْلُوبًا لَا يَصْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا غَزَقْنَاهُ مِنْ نَا جِسْطًا حَسَنًا فَهُ وَيُنْتِقُ مِنْهُ صِقًّا وَجَعْرًا وَجَعْرًا وَلْيَسْطُقُونَ الْحَذُّ لِلَّهِ وَنَصْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَضَ اللَّهُ مَسَلًا الرَّجُلَيْنِ يَعْدُوا مَا أَرْضَهُ لَا يَصْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَجْنَمَا يُوَذِّكُ وَلَا يَعْدِبِ طَيْرٍ فَنْ يَتَّمِيدُ وَوَمَنْ يَأْضُمُ بِالْعَجْلِ وَهُوَ عَلَى سِعَاطٍ مِنْسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُسْتَعَبِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَاللَّهُ أَقْرَجَكُمْ مِنْ يُطْرِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْأَصْوَارَ وَالْأَخِذَكَ لَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ فَلَمْ يَرُوا بِلَقْوَيْءٍ مُسَقْرَاتٍ مِنْ فِي جَوْمِ السَّمَاءَ أَيُنْسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مِنْهُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُنُودٍ أَنْآهِ بُيُوتًا تَسْتَقِفُونَا تَسْتَقِفُونَا يَوْمَ ظَالِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْوَابِهَا وَأَوْبَالِيْهَا وَأَشْآهِießَهَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مُمَّا قَلَ خَضِلَا لَوْمْ جَعَلَ لَكُمْ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود أنهاء بيوتا تستخدمونها يوم رعانكم ويوم إقاقتكم ويوم إقامتكم ومن أصباتها وأوبارها وأشعالها أتاكم ومتاها إلا حين والله جعل لكم إما خلقا ملالا وجعل لكم من الجبال أقنانا وجعل لكم صرابي لتقيكم من أقر وصرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعجفون نعمة الله ثم ينكرونها وأفسرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يهذروا للذين ففروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلوا العذاب فلا يخفف عنه ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا أولئي شركاءنا الذين قلنا نبعو من دونه فألقوا بليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ استلم رضل عنه ما كان يفكرون الذين اغفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يرسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونذلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وقل الله رحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء بالقربى وينهان المحشاء والنكر والفغم يأذكم لعلكم تذكرون وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توسيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضى الغزا من بعد قوة أنساسا تستقضون أيمانكم دقلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبنوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تفتلئون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا يبن من يشاء ولا هي من يشاء ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتقضوا أيمانكم دقلا بينكم فتذل قدم بعلكم بها وتزوقوا السعوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعض الله ثمنا قليلا إذن ما عند الله هو وقير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنزينه حياة طيبة ولنزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوفلون إلا ما سلطانوا على الذين يتولونه والذين مفيه مشركون وإذا بثلنا آية ما كان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنك تخصر بل أبسرهم لا يعلمون قل نزلوا من القدوس لمبك بالحق ليسبت الذين آمنوا مرضا ومشعى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحظون إليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يأتيهم الله ولو هذا أليم إنما ينزل الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من تقر بالله من بعد إيمانه إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكبر صدرا فعليه مغضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا ينزل قوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغاصلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لوفور رحيم يوم تأتي كل نفل تجادر عن نفل آوة وفا كل نفل ما عملتهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئنة يأتيها للصغار ودمت كل مكان فكفرت فكفرت بأنهم الله فأذامها الله لباس الجوع والقوم لما كانوا يصنعهم ولقد جاءهم رسول منهم فتنزموا فأخذهم العذاب وهم غليون فقلوا مما رسقكم الله حلالا صيبا واشغلوا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والسماء ولحم الخنزير وما أبه إلا لغير اللائب فمن الصر غير باغ ولا عالم فإن الله رسول رحيم ولا تقولوا لما تصف ألف نفقكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حقمنا ما خطصنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاغوا من بعد ذلك وأطلقوا إن ربك من بعدها لرسول رحيم إن إبراهيم كان أمة طالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شابرا لأنعمله اجتباه وهذاه إلى فراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الطالبين ثم أوحينا إليك أن يستبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كان فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللفيه أحسن إن ربك هو أعلم بمن ولعن سبيله وهو أعلم بالمحددين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم بي ولئن صبرتم له طير للقابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحن عليهم ولا تكو في ضيق مما يفكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين أمسنون